بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى المشاهدين كالعادة عودناكم قصر معكم شوية كم فهموكم في أمور ودايما أستسمحكم اللهجة تاعة وعلى الموضة تاعة بس أنا أحبيت أنا أحبيت أنا ملتقى على الناس أحبيت أن أقدم رسالة بهذه الطريقة الخوطي كامل وإن شاء الله أربي يتقبل مني وانكم اليوم جدتكم موضوع يقسنا كامل وهي قضية أrü أمرا في دار دنيا نقول له عنده التابعة عنده الحسد ره محسحور ره ممسوس ره كذا مكاش مشكل اليوم جدت من موضوع تابعة تابعة شكществ قال الرجال صلى الله عليه وسلم استعيد بالله من التابعة فإنها أشره خلق الله استعيد بالله من التابعة فإنها أشره خلق الله سرة قصة convers wegen التابعة مع سيدنا سليمان عليه السلام مع سيدنا سليمان عليه السلام سرة قصة ربي أمره يشجن قاعد الجن المتمرد أطى قاسينا سلماء السلام هذا الحكمة أطاه الله ربي وحده له مطى حتى نبي قبله ولنا ببعده لذلك باشتفى مملح من ناسينا سلماء السلام يعني قصص تعمل شوقة ما شاء الله عنده قصة مع التابعة لما أذن لسليمان لما أذن لسليمان عليه السلام أن يسجد جميع المتمردين من الجن والشياطين أتته جنود السماوات السبع ونفذت الأمر على بركة الله هذا الشيء كان يمشي أعطى هذا الأمر والريح رفض البساط والإنس عن يمينه والجن عن شماله والشياطين جاء تبع فيها كمولور الملائكة فقراصو أذن لسليمان عليه السلام أن يسجن جميع المتمردين من الجن والشياطين فطال الأمر لجنود السماوات السر جابوا وقع المتمردين وقالوا له يا سليمان هل آمنة التابعة من السجن؟ قال لا قال يودي ويصدر كل الشر وكل منها قال له كل الشر في دار الدنيا كل منها هي بالدات قال جيبوها قبل ما كمل الكلام التاعو إلا وجابوها يسنسلو فيها هو كان في القصر بتاعو كم احنا نقوله في البالكون يشوف تقربيع تقربيع كبير وتقربيع كبيرة يسحبو فيها وكركرو فيها بالسلاسيل ويتسوغ عندها الصوت التحى تبوشي وذنيك ما تنجمش سائقة لا يسترنا تحكمك وتشق الجبال بأثارها واشجار وكذا وكذا وعندها صوت التحى كراد القاسف سيدنا السلمان راحل للبالكون مش يطل هو الشفاوس جد الربي لعظمة خلقه شوف سبحان الله في سجد الربي كي شاف هذا الخلق جامي في حياته شافها لأول مرة أمر جابوها شافها صوتها فورتيها ودشها شعبها كريثة أول مرة شاف هذا الخلق العظم لله سبحانه وتعالى في خلقه تسجد الربي يا الله ما أعظمك يا الله سبحانك يا الله يا الله يا الله يا الله لما رفع رأسه من السجود في روايات قال سيدنا جمراء الله السلام قالوا يا سليمان سر بهذا اللعينة وحرقها حرقا صحيح وذرذر رمادها للريح قالت حشمتك بربي يا سيدنا سليمان ما تحرقنيش بالنار ما يحرق بالنار إلا رب النار خفف عني العذاب وسأحكي لك وش تحب نحكي لك قال لها أخبريني بأسمائك عندها 12 عاسم ولها في كل اسم نصيب واسمها التابعة واسمها أم الصبيان واسمها سوداء واسمها الحاقيدة واسمها الغيورة واسمها السحرة واسمها الجهامة واسمها بوبراك واسمها بززاف حاجات معنا من أعراض التابعة من أعراض التابعة وأعراض المس التاحة أن الإنسان تهبط عليه الجهامة كما نقوله يقول لي يلاقده وحصره رح يموت ويبدأ ثقيل وما يزغوش اللي قدامه منه ولا منه ولا مهما يسمعوش كي يكون هو يصغو يعيط ولا واحدين جميع عرف ويقدر موالهم يستبروه بشهة هذا تجارب ويقدر موالهم يستبروه هذا تجارة جعلها ربي بينا كهم عن طريق الإبتلاع أو كأن البيبي يزيده ما يبكيش يقولي عنده واحد المشكل في حياته والإعاقة وما يحضرش بكري وما يمشيش بكري وكذا الحمد لله لكل دائن دواء لكن لازم الإنسان يفهم باللي هذي هو حاجة من الحاجات اللي ذكرها سيدنا سليمان ذكرتها التابعة سيدنا سليمان عليه السلام وباش وينتفهم في أمور باش ما إنسان ما يتخش في حد المتاهات ويقول لك هذا منين جابها القصة وجاب هذا الخر ريفاق وراوي خرف عليكم ما ليش نور ما يكون احنا باش فيه نتفهموا ونحقوا البيت القاصد ياك أظر كائن حالات تجي فهم تقتلهم كيزيدوا وبعث النساء مساكن كي تجي بذكر يموتلاء وتقول شعال 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 أنا نسحك أختي المؤمنة كائن واستبشيري كائن علاجهم ما شاء الله وموفق بإذن الله تعالى قال قولي لي واش تدري قالت له النقص كذا اللي يضحق على أشياته ما يلحق ولي يخدم يزيد الدينارا روح وكذا قال له واش يشعج بكم قالت له يعجموني العجايز والشيوخة نسلط عليهم الأمراض التي لا دوا علاها عليك نحن مساكن مالينا كيكو المساكن يعاني من الطرس من الأغني ديسكا لباسمون الكولون السيفالي هادو الأمور يضغط عليهم تشربة 17 كاشرين في النار يا ربي لانتحا أغم يسوفريو ربما يسوفروا من الأدوية شكرا اجتدة لذلك قالت وصلت عليهم الأمراض التي لا دوا علىها وقالتوا يؤجبوني بزاف بنيتاتك وصغير ورين حماية مريم هذا كل يزيدو وعينيهم كحلين إنمو تعليهم إنمصرهم العرض مضيحهم هل نقولون مشاهرة بالتعبير الثاني العام نقولون مشاهرة ها غير شهر ها غير تنقص لا اشتحى مشي هذا هو يعني مشي كاملة مشي وافية قالت أنا دابي ودابهم قال صحة قولي لي وما يمنع الناس منك يا تابعة قالت يمنعني اسم الله إذا ذكر اسم الله على شيء فلا أقربه لذلك بعض الصالحين كانوا دايما في الأدعية حم يجيبوا أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مثلا نقول يا الله يا أحمد رحم تقول يا أول يا آخر كل واحد فينا واش يقول يا شافي يا عافي يا معافي كل واحد واش عنده وأفضل أفضل لي حافظهم يجيبهم كامل يدعي ربي بيهم هذاك رسول صلى الله عليه وسلم طالوا بعين ليه هو أم بيخصون وطالوا علم قالوا ديه الأم تك من العلم لي طالوا له أم بيخصون رسول تلمو اللي حنين أطاهونا دي نوت فاسون قال لي ما وش حافظ أسماء الله الحسنى وما نجمش يحفظهم وما جاتوش الفرصة يحفظهم ما عنيش يقول هذا الدعاء اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أثنيت به عليك أو علمته لرسلك أو أنزلته في كتبك أو استأثرت به يا ربي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم من يا رب العالمين ويدعي الإنسان كي يكمل يصلى على الرسول صلى الله عليه الصلاة عليه الصلاة عليه يغفر بها ذنبكم تقضي بها حوائجكم ويرفع بها دعائكم ويتقبل بها دعائكم يرفع بعملكم ويتقبل بها دعائكم لذلك مليح الإنسان يتأدب هذا الآداب يحب يدعي يتوضى يقابل للقبلة ويجيب الدعاء ويكمل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وبرك الله فيكم والسلام عليكم في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة